نروح الأول نشوف مرسلنا فاروق صلاح من مقر إقامة النادي الأهلي طمنا على أحوال الفريق قبل التوجه لملعب مباراة ونرجع نكمل مع حضرتكم مرة أخر مساء الخير يا فاروق برحب بك كابتن دا الكبير الكابتن أيمان شوقي وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان جولة جديدة من جولات الدوري المصري اليوم النادي الأهلي المباراة لا يأخذ فيه على استاد الكلية الحربية ضمن فعليات الجولة الثالث عشر أو المباراة المؤجلة من الجولة الثالث عشر للدوري المصري الممتاز عايز أقول لك كابتن أيمان ما فيش وقت للنادي الأهلي للاستعداد يعني تدريب وحيد خاضوا الفريق عقب نهاية مباراة فريق فارقه وخلينا أقول لك أن الاستعداد لمباراة طلاق الجيش بدأ عقب إطلاق صفرة حكم نادر أمر الدولة لنهاية مباراة الأهلي وفارقه خاض المستر مارسل كولر تعارف طبعا كابتن أيمان وكابتن التحضير دايما للمباراة التالية بيبدأ مع نهاية صفارة المباراة فبدأ المستر مارسل كولر التحضير لهذه المباراة من نهاية مباراة تفارقه أدى تدريب للعيبة اللي شاركت في جزء من المباراة واللعيبة اللي ما شاركتش فيه المباراة جاء أدوا جزء من التدريب عقب نهاية مباراة تفارقه على استاد القاهرة الدوري ثم منح مستر مارسل كولر اللعبين راح لمدة 24 ساعة استأنف تأدريباته واستعداداته لذي المباراة بالأمس بتدريب وحيد خاضه الفريق على ملعب مختار التيتشي قبل اللامران عقد مستر مارسل كولر محاضرة مع اللعبين بعض الأمور الفنية اللي اتكلم فيها مستر مارسل كولر طبعا على طريق لعب فريق طلاع الجيش واللي طلبه فيه الناحية الفنية والخططية من اللعبين لتنفيذه في هذه المباراة وازاي انه يقفل على مفاتيح لعب فريق طلاع الجيش لكن النقاط الأهم مستر مارسل كولر في حديثه مع اللعبين يعني النقاط المهمة جدا اللي اتكلم فيها أن اقل اللعبين الموسم بالنسبة لنا منتهايش يعني من بعد الفوز ببطولة أفريقيا أو حصولنا على دوري أبطال أفريقيا أنا بقول لكم الموسم منتهايش بالنسبة لنا بالنسبة للعبين بالنسبة للجمهور كلنا طبعا متعطيجين طبعا لبطولة الدوري الحفاظ على لقب الدوري أكد على اللعبين أنه ما فيش مباراة سهلة كل المباريات ما عندكش رفاهية النقطة فقد نقطة من النقاط أكد على أمر تاني مهم جدا ركبتان أيمن قال للعابين بلاقي كلام بيتقال على السوشيال ميديا أن في لعيبة ماشية ولعيبة جاية سوشيال ميديا جابت لعيبة ومشت لعيبة الكلام ده غير صحيح بالمرة كل اللعيبة اللي موجودة وبترتدي قميص النادي الأهلي اللعيبة موجودة في النادي أنا محتاج لكل لعب كل اللعيبة موجودة كل اللعيبة بفكر مستر مارسل كولر كل لعيب يعني هياخد فرصته اللعيبة اللي مشاركتش في فترة الأخيرة كل اللعيبة أنا محتاجة كل اللعيبة النادي محتاج كل اللعيبة فيش أي كلام من اللي بيتقال على السوشيال ميديا في خروج لعبين أو حضور لعبين ده كلام غير صحيح بالمرة لسه عندنا موسم لسه عندنا أكتر من 14 مباراة في الدوري عندنا مباراة في كاسميص عندنا يعني مجموعة من المباراة في وقت قصير جدا لذلك يعني كان كلام مهم جدا لللعبين ثم انطلق المران اللي يعني ارتكز على بعض الجوانب الخططية والفنية اللي مستر مارسل كولر طلبها واتكلم فيها مع اللعبين في المحاضرة الفنية وطبقها في التدريب ثم دخل الفريق في يعني بعد نهاية المباراة أعلن قيمة بدوم 21 لعب للدخول في معسكر مغلق استعدادة الذي قال المباراة طبعا اليوم النهاردة يوم اعتيادة كابتان أيمن يعني النادي الآلي تناول اللعبون واجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا ثم واجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة حضرت مستر مارسل كولر مع اللعبين يعني في الوقت اللي أنا بكلم حضرتك مستر مارسل كولر بيعقد المحاضرة طبعا مع اللعبين طبعا قبل التحارك والتواجه لأستاذ الكلية الحربية اللي أستضيف أحداث هذه المباراة عايزة أقربك أكتر من الفريق أيضا طلائع الجيش يعني اللي بيزيد من صعوبة المباراة للنادي أهلي إنك ما عندكش وقت طبعا للراحة بتخوض مباراة يعني في كل 72 ساعة وبيزيد من صعوبتها أن فريق طلائع الجيش اللي بيقوده الكابتن عب حميد باسيوني آخر ثلاث مواجهات لم يستطيع تحقيق أي انتصار كانت تلقى الهزيمة من فريق المقالون العرب بسلسة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع فريق السموحة بدافين لكل فريق وآخر مواجهة كانت أمام فريق زد تلقى الهزيمة بأربع أهداف مقابل هدف النهاردة في هذه المباراة بيستعيد تنين من العناصر المهمين جدا في فريق طلائع الجيش سواء الجناح الهجومي يسر وحيد أو لعب خط الوسط علي حمدي تنين من اللعبة المميزة كابتن عب حميد باسيوني يتكلم مع اللعبين النهاردة قال أنا مش عايز نقطة أنا النهاردة بلعبوا ادنى من النادي عشان حقق التلت نقاط قال اللعبين مهم جدا أن أنا هتجاوز المرحلة الأخيرة مرحلة الثلاث مباراة الأخيرة طالب اللعبة النهاردة أن هم يحققوا نتيجة إيجابية أمام فريق النادي الآلي طبعا من المقررة كابتن أيمن النهاردة أن يكون النادي الآلي ظهوره بيئة لزي أو رداع الأسود طبعا لأن المباراة مباراة تفريق طلائع الجيش الاتحاد المصري أو لجنة الحكام كانت أعلنت عن طاقم تحكيم لذي المباراة بقيادة الكابتن محمود باسيوني بيعاونه طبعا يوسف البساطي مساعد أول وعمر فتحي مساعد ثاني والحكم الرابع السيد منير اتنين على تقنية الفار عمين عمر وسامير جمال طبعا دي كانت كل الكواليس كل الأخبار من هنا من مقر إقامة فريق النادي الآلي كل التوفيق في هذه المباراة لفريق النادي الآلي يحصد ثلاثة نقاط ويكمل مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري المصري ألا لما ممتاز طبعا كابتن أيمن أطلنا عليك الحديث شوية لكن يعني تعود الكلمة من جديد إلى الكابتن أيمن ناشوي وكل التوفيق بإذن الله لفريق النادي الآلي في هذه المباراة